يا صباح الخيرات على كل حضراتكم سيدات والسادة مشاهدين ومتابعين في كل مكان في العالم يوم جديد وان شاء الله يكون يوم نادي وسعيد وجميل علينا كلنا ومليان خير وبركة بإذن الرحمن وبداية حلقة جديدة من عشر الصبح في الاهلي نتمنى ان شاء الله ان هي تنال رضا واستحسان كل حضراتكم ان شاء الله لما اتبعونا تجدوا ما يسركم وهلا سيما ان حلقة النهاردة اكيد لن تخلو من اخبار كتير متعلقة بالنادي الاهلي وبطبيعة الحال هنتكلم عن الرياضات الاخرى والدوريات الاوروبية ده طبعا غير فقرات الاستضافة بالمناسبة حضرات الفقرة الحوارية الاولى انا شخصيا متوقع ان هي هتكون يعني فقرة في منتهى الروآن ليه لان احنا هنتكلم من خلالها عن اليوجا وعن التأمل والميديتيشن والاسترخاء وضفتنا اسمها سندريلا فحضراتكم متخيلين التوليفة سندريلا محمد هي مدربة اليوجا اللي ان شاء الله هتنورنا في اولى فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة الفقرة التانية هيكون معنا فيها الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي وطبعا هنتكلم معاه في كتير من الامور الاهلاوية منها بصفة خاصة تالت واخر فقراتنا هي فقرة طبية مسجلة مع دكتورة ايمان المراجبي تعالوا بقى ندخل على طول في سياق حلقتنا النهاردة واحنا النهاردة عندنا ان شاء الله ماتش مهم جدا امام الداخلية لو حضراتكم واخدين بالكم احنا من اول انطلاق منافسات النسخة دي من الدوري ايا كان الماتش اللي بنلعبه ايا كان الفريق اللي احنا من لعبه حنواجه الداخلية حنواجه الخارجية ايا كان الفريق منافس مين احنا بقينا نقول ايه عندنا مباراة مهم عندنا ماتش مهم ليه لان بطبيعة الحال خلاص يعني يمكن الموسمين اللي فاتوا اثبتوا ان مفيش ماتش مش مهم ان ما عندناش مباراة مش عايزين نحصل من خلالها على التلات نقاط اللي يدعمونا واللي يعني يسبتونا اكتر في صدار الترتيب الدولي احنا النهاردة عندنا ماتش الداخلية طبعا ضمن منافسات بطولة الدولي الممتاز الفريق اختتم استعداداته امبارح به تمرين على ملعب مختار التتش وكمان كان فيه مجموعة تدريبات بدنية واحمال وحصلت تأسيمة بين اللعيبة وكمان كان فيه محاضرة فنية عن الجوانب الخططية المتعلقة بهذه المباراة طبعا كل ده بيحصل في اطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للقاء الداخلية الاهلي بياخود مواجهة الداخلية وهو متصدر ترتيب مسابقة الدولي الممتاز برصيد 40 نقطة حتى الان كمان تم الاعلان عن طاقم تحكيم هذه المباراة وبالمناسبة حيدرها محمد معروف حكم الساحة وطبعا اكيد بنتمنى لفريقنا كل التوفيق في هذا اللقاء ان شاء الله امبارح كمان كابتن محمود الخطيب استقبل وفد من الاتحاد العربي للكرة الطايرة اللي الحقيقة كان حريص جدا على زيارة النادي الاهلي واشاد جدا بدور النادي الاهلي في دعم كل التوجهات للاتحادات العربية والتأكيد ان مؤسسة النادي الاهلي لا يقتصر دورها فقط كنادي رياضي بالنسبة للشباب العربي وانما بيمتد الى كل المجالات الحياتية المختلفة وده امر واقع الحقيقة يعني ده واقع ملموس وكلنا شايفينه وشايفينه بدل الامارة مليون امارة الحقيقة وكلام ده مش جديد الكلام ده من زمان من قديم الازد طبعا حاليا مصر بتشهد البطولة العربية لكرة الطايرة اللي بتقام في مصر وبيشارك فيها طبعا النادي الاهلي عموما فيه شوية تفاصيل اكتر ممكن ناخد فكرة عنها من خلال متابعتنا لهذا التقرير عن الزيارة ونرقا نكمل الكلام تفضل موسيقى اليوم الزيارة كانت هدفها الامانة الاشادة في دور النادي الاهلي في دعم كل التوجهات بالنسبة للاتحادات العربية كون مؤسسة نادي الاهلي لا تعتبر فقط نادي رياضي بل هو نادي يشمل جميع المجالات بالنسبة لجميع الشباب العربي لذلك احنا فخورين في تواجدنا اليوم ونقدم شكرنا للكبتن محمود الخطيب لمجلس ادارة النادي الاهلي ولكل القائمين على لعبة كرة الطائرة تحديدا ولأخواني في الاتحاد المصري على رعايتهم وعلى اهتمامهم في تواجد بطولة الاتحاد العربي اما لما اتكلمني على النادي الاهلي تحديدا يعني انا لفت نظري لفوق مكتوب تاريخ مبادئ تطوير النادي الاهلي اكبر من اللي انا اتكلم واقدر اوصفه وخلال دقيقة اشرح واجز في الكلام ولكن احنا سعيدين اليوم جدا في تواجدنا في هذا الصرح الرياضي وكذلك في زيارتنا لريس محمود الخطيب نادي الاهلي متواجد على مستوى سواء كان الاتحاد العربي او في البطولات القارية والافريقية والاولمبية كذلك احنا نتكلم عن مشاركة نادي الاهلي دائما تكون حافز في كل المجالات يعني تتكلمني عن حضور جماهيري تتكلمني عن ارتفاع مستوى فني تتكلم عن احتكاك كذلك هي التسويق وجود نادي الاهلي بالنسبة للاتحاد العربي ودعم كبير بالنسبة لنا في مشاركته في البطولات جميعها جمهورية مصر العربية سباقة في قامة بطولات دولية وبطولات كذلك بطولات عالمية ليس مستغرب على جمهورية مصر استضافة بطولة الاتحاد العربي لكرة طائرة وخصوصاً لأن كرة طائرة في جمهورية مصر العربية تشكل الشعبية كبيرة واللعبة الثانية على مستوى المتابعة ومع المستوى كذلك التواجد خلال البطولات لذلك كانت اختيارنا لجمهورية مصر العربية قامت بطولة كانت وفق معايير ثابتة وراسخة ونحن إن شاء الله بطولات قادمة سنقيمها في جمهورية مصر العربية وبالتعاون مع الاتحاد المصري الشرف طبعاً وجودنا في النادي الاهلي النهاردة النادي الاهلي قيمة وقامة وطبعاً لبنا دعوة الكابتن محمود الخطيب وكان الوزير العامي فوق برضو كان فانتظارنا والله يعني حاجة جميلة يبقى فيه برضو احنا متواجدين كبطولة عربية بالنادي الاهلي والنادي الاهلي برضو يبقى عنده الفكر إن هو يستضيف برضو رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد المصري عشان برضو يرحب بيهم يعني دي تعتبر أول بطولة تتنظم في وجود المجلس الحالي وكان طبعاً أنا كنت دايماً حابب إنها تتعمل في مصر وعساس مصر هي تعتبر أكبر بلد منظم للبطولات العربية والأفريقية عشان تبقى برضو إيمدش كويس للاتحاد الجديد يعني بما إني كمان نائب رئيس الاتحاد العربي يعني طبعاً أكيد مبسوطين طبعاً لأن طبعاً الكابتين محوض الخطيب قيمة ورقامة وترييخ يعني طبعاً هما بالنسبée لهم طبعاً هما مجاد أن هما يعودوا مع الكابتين الخطيب ويرشوفوه ويوعودوا معادي حاجة بالنسبة لهم حاجة جميلة قوي يعني لأن إن شاء الله الندي الأهلي التوقعات ان هو يكسب البطولة إن شاء الله النهادة الم polls sprite بيلاعب رابع المجموعة تانية فإن شاء الله سيكسبه إن شاء الله بكراً يكسبه ونلعب وأنتي نشوفكم إن شاء الله في الفينال إن شاء الله يوم من الخميس إن شاء الله ونبيكلكم مقدماً يعني الحقيقة يا حضراتي يعني النادي الأهلي فعلاً وبما لا يدع أي مجال للشك هو مدعاء للفخر يعني كلمتين الحلوين اللي اسمعناهم من خلال هذا التقرير من إخوتنا وأشقائنا وخصوصاً العرب منهم بصفة خاصة ده كلام مش اللي هو مش مسبوك لا ده مسبوك ده دايماً بيتقال ودايماً بنسمعه من كل إخوتنا وأصدقائنا وحبيبنا الأشقاء العرب أو حتى غير العرب في أي زيارة لهم في أي يوم من الأيام للنادي الأهلي دايماً بيتكلموا عن النادي الأهلي وعن هذا الكيان المحترم وعلى فكرة رقي وتميز النادي الأهلي متقدر تقدير عالي جداً من الكل الحقيقة فالحقيقة فعلاً هو فخر لكل من ينتمي لهذا الكيان النادي الأهلي العريق المحترم بالمناسبة عندنا كمان خبر مهم جداً عن كرة السلة في النادي الأهلي كابتن خلد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي قال إنه تم الاتفاق على ضم الأمريكي مايكل تومسون وكمان لاعب منتخب جنوب السودان أوننوا أموت لتدائيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي خلال مشاركته في بطولة أفريقيا جاء النادي الأهلي على رأس مجموعة بتضم إلى جانبه فريق كيب تاون الجنوب أفريقي وطبعا فريق آخر من أغندا فريق من موزنبيق فريق من أنجولا وأيضا فريق غيني ومن المقرر أن تنطلق تصفيات مجموعة النادي الأهلي إن شاء الله يوم 26 إبريل اللي جاي وتنتهي يوم 6 مايو وتقام في مصر على أن تقام النهائيات يوم 21 مايو وتنتهي يوم 27 من الشهر نفسه في دولة رواندا قرر الجهاز الفني للفريق وضع برنامج إعداد من أجل الظهور بشكل متميز وأيضا تحقيق اللقب لأن كالعادة أي بطولة بيشارك فيها أي فريق رياضي من فرق النادي الأهلي ما بيكونش رايح وعينه على حاجة تانية غير اللقب بتاع البطولة اللي هو بيشارك فيها كمان كابتن خالد العوضي أعلن عن تجديد عقد دينا عمر كابتن الفريق الأول لكرة السلة لتستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة إن شاء الله أوضح العوضي أن دينا وقعت على عقود التجديد لمدة أربع مواسم قادمة بداية من الموسم القادم إن شاء الله وأكد أن هذه اللعبة لم يكن لها أي طلبات بأي حال من الأحوال وأشاد بتميزها الكبير خلال الفترة الماضية مع سيدات سلة النادي الأهلي دينا عمر من اللعبات اللي فعلا مميزات جدا يا حضرات وعندها خبرات كبيرة في عالم كرة السلة ودورها في فريق في منتهى الأهمية طبعا في ظل المنافسة الشديدة في بطولات كرة السلة محليا وإفريقيا والحاجة إلى عناصر مميزة زيها كده وقادرة على تحمل الضغوط دي نقطة في منتهى الأهمية طبعا تجديد عقد دينا بيأتي في إطار الحفاظ على استقرار الفريق بالشكل المناسب للمنافسة على كل البطولات القادمة إن شاء الله زي ما قال وزي ما أكد كابتن خالد العوضي تعالوا بقا نروح لموضوع مختلف حبتين وهو الحدث الأبرز اللي حصل إمبارح طبعا حفل The Best اللي بينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في مدينة زيوريخ السويسرية تم تكريم أسطورة كرة القدم البرازيلي الراحل بيلي في يعني انطلاق فعليات هذا الحفل وطبعا كل نجوم كرة القدم كانوا حاضرين وكلهم يتكلموا عنه وعن تاريخه وقد إيه كان شخص ملهم وإنه سيبقى وسيظل خالد الزكر طوال العمر كلهم أكدوا على التفصيلة دي تم الإعلان طبعا عن جوائز الأفضل فاز ميسي بجائزة أفضل لعب في 2022 وفازت أليكسا بوتيس نجمة بارشلونة كأفضل لعبة في العالم فاز ليونال سكلوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين بجائزة أفضل مدرب وسارينا ويجمن مدربة منتخب سيدات إنجلترا تفوز بجائزة The Best أفضل مدربة فازت كمان الإنجليزية ماري آيرس أفضل حارسة مارما وفاز الأرجنتيني إيميليانو مارتناز بجائزة أفضل حارس مارما الكلمة اللي قالها بقى يعني أثناء الاحتفال كانت الحياة يعني كلمة مؤثرة جدا وتستحق التأمل قال خلال كلمته اللي استوقفت ناس كتير الحياة قال يعني أكلم عن أسرته قال والدتي كانت تنظف شقق المباني لساعات طويلة كل يوم والدي كان يعمل ويكافح من أجلي لذلك هم قضوتي في هذه الحياة وطبعا يعني أكيد الكلام ده انتبق على كتير من أهالي نجوم كرة القدم حول العالم دي دايما وراها قصة تضحيات كبيرة من الأب والأم توق كمان البولندي مارتن أولكسي بجائزة بوشكش لأفضل هدف في العالم خلال حفل The Best وبالمناسبة هو أحد اللاعبين مبتوري الأطراف وسجل هدف رائع الحقيقة قال إنه بيشعر بالسعادة البلغة وإنه لم يتخيل أبدا في أي يوم من الأيام أن يحصل على جائزة بوشكش ليه أفضل هدف في العالم وأهدى الجائزة دي لعائلته واللي زملائه واللي ساعدوه كتير عشان يحقق هذه الجائزة كمان الجمهور الأرجنتيني نفسه أخد جائزة أفضل جمهور في عام 2022 أما منتخب العالم فطبعا ده حدودة كبيرة أفضل 11 اللاعب في العالم لعام 2022 طبعا من ضمن الأسماء اللي زكرت أسماء كلها منطقي جدا هي تكون موجودة يعني يعني طبيعي جدا نجوف في كورتوة في حراسة المرمة أشرف حكيمي فان دايك دي بروين ميسي ميبابي بنزيمة هالند فالحقيقة يعني الـ 11 اسم ما فيش اسم ممكن نختلف حوله كتير ما فيش اسم ممكن نقول لا لا ده في حد تاني أول لا لا دول التقايل يا عالم يعني دول التقايل بالمعنى الحرفي طيب طيب دي كانت حالة التقسوية توقعات درجات الحرارة النهاردة في محافظات مصر المختلفة خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام تصدر لسه عندنا أخبار حلوة كتير عايزين نعرفها لحضراتكم أهلا بيكم مرة تانية تعالوا نروح لبعتة منتخب المصري الباراليمبي اللي بتشارك بطولة فزاعة دولية في نسختها رقم 14 في دولة الإمارات العربية الشقيقة والمقامة خلال الفترة من 23 فبراير حتى 1 مارس وهي البطولة المؤهلة لدورة باريس البراليمبية 20-24 فاز لعبتنا المصريين لحد دلوقتي بتلت ميداليات فاز باسم رجب عبد المولة بالمركز التاني والميدالية الفضية كمان حصل عبد العزيز هاشم على المركز التالت والميدالية البرونزية في سباق 100 متر عدو وحصل عبد الرحمن شبيب على الميدالية الفضية في الوثب الطويل وطبعا نتمنى لهم المزيد من النجاحات إن شاء الله امبارح كمان اختتمت البطولة الافريقية لجنباز بالمغرب منافسات الترامبولين وفازت بعتة منتخب مصر بعدد من الميداليات في الفردي آنسات فازت بالميدالية الدهبية اللعبة أشرقت إسماعيل وفازت مريم البيالي بالميدالية الفضية وفي فردي الرجال فاز محب حسن من مصر بالميدالية الفضية كمان فاز منتخب مصر للفرق بالميدالية الدهبية وبالمناسبة يعني كمان المغرب حتستضيف البطولة الافريقية للجنباز الفني رجال وانسات في مايو 20-24 وهي بدورها البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 20-24 المنتخب المصري للجودو بيشارك في البطولة العربية للمنتخبات المقرر اقامتها في الدوحة خلال الفترة من 3 وحتى 5 مارس المقبل ان شاء الله حقق منتخب الجودو خلال الفترة الاخيرة الحقيقة نتائج مميزة جدا خلال مشاركته في البطولات الافريقية والدولية المختلفة وشهدت البطولات المحلية طبعا للمراحل العمرية المختلفة مشاركة اعداد كبيرة من اللاعبين المصريين نروح بقى للبطولات اللي حتستضيفها مصر ان شاء الله الفترة اللي جاية ودي من ضمن الحاجات الحلوة جدا حقيقة بقى ان فترة بنتكلم مع حضراتكم اما عن انتهاء مصر من استضافتها لفعاليات بطولة اثارت اعجاب كل الحاضرين وكل المشاركين وكل المتابعين يئما استعداد مصر لتنظيم بطولة جديدة وده اللي احنا بصددوا حالا الاتحاد المصري للرماية بيستعد لاستضافة تلت بطولات مختلفة هي كأس رئيس الاتحاد والجائزة الكبرى وكمان بطولة افريقيا التسعة للاطباق المروحية الكلام ده هيحصل امتى؟ هيحصل في الفترة من اثنين وحتى خمسة مارس وحيشارك 250 رامي في هدي البطولات الكبرى وحيكونوا قادمين من ثمان دول مختلفة الحقيقة ان الاتحاد الدولي للرماية بيثق ثقة عمياء في قدرة مصر على استضافة البطولات الدولية بعد طبعا منجحنا في استضافة منافسات البطولة العربية للرماية من حوالي اسبوع وبعدها بطولة كأس العالم بندقية ومسدس كل دي حاجات بتقول ان احنا ماشيين على التراك الطبيعي اللي المفروض نكون ماشيين فيه لان احنا دولتنا تستحق كده مقوماتها تستدعي كده كتير جدا من الناس وقفوا كمان في الفترة الاخيرة يعني ودي كان من ضمن المتطلبات تنظيم مصر واستضافتها لفعاليات كتير من البطولات في الرياضات العالمية المختلفة حتة البنية الرياضية التحتية التفصيلة دي احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده اكتر من مرة والحقيقة ان عكستها ابتدت هي تتوالى كل شوية بنتكلم عن ايه عن نجاح مصر فيه تنظيم فعاليات ما لبطولة الرياضية ما ودايما بيكون الكلام مقترم بيه ثناء من كل المشاركين في هذه البطولة ربنا يدمها علينا نعمة ان شاء الله عموما خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام عودة العشرة صفحة في الاهلي اهلا بكل حضراتكم في اولى فقراتنا الحوارية لو تفتكروا احنا كنا من كام حلقة فاتت كنا عرضنا لحضراتكم فيديو جراف اتكلمنا من خلاله عن اليوجا وعن اهميتها وعن انعكستها على حياة وتفاصيل الحياة اليومية لكل الاشخاص اللي بيمرسوها احنا في الفقرة دي بقى عايزين نتعرف اكتر على فوايد اليوجا وبشكل تفصيلي من خلال دفتنا اللي منورانا في اولى فقراتنا الحوارية لأستاذة سندريلا محمد مدربة اليوجا صباح الفل على حضرتكم صباح النور اهلا بحضراتكم اهلا بحضراتكم اهلا بحضراتكم اهلا بحضراتكم منورة فقرات الاهلي مرسي نورك ربنا يا حبيبي مرسي احنا يعني عايزين نعرف اكتر عن اليوجا فيه ناس عايش حياتها لليوجا وباليوجا وفي المقابل واكيد حضرتك ست العارفين فيه ناس ما تعرفش عنها حاجة غير ان هي مجرد قعدة ريئة عائلة زيز فعايزين نعرف الناس ايه هي اليوجا وايه نعكاستها على الاشخاص اللي بيمرسوها هو خلينا الاول كده نتفق ان اليوجا مش رياضة بس هي اسلوب حياة يعني اخلاقيات اخلاقيات اللي بيروح لها بيرتح في حياته جدا وحقيقي بيوصل للسعيدة ازاي بقى؟ عشان بنتطلعنا من حتة الماراثن او السباق اللي احنا عايشين فيه بنجري بعزم ما فينا طول الوقت صحيح احنا حتى بنتنافس مع نفسنا يعني انا عايزة كل يوم احسن من اللي قبله ما بلتمسش لنفسي عذر ان انا اتس اوكي ان انا النهاردة مش قادر اعمل الحاجة اللي عملتها مبارح لاني تحت ضغط لاني مرهقة لاني لاني طب فده بيخلينا طول الوقت مش عارفين استمتع بلحظة الحاضر اللي احنا فيها انا بحيث ان احنا مستهلكين يعني مستنزفين الدنيا يوميا وخصوصا فكرة الجاري ورا لقمة الايش والناس اللي بتشتغل شغلانتين وتلاتة والناس اللي عشان توصل شغلها او تروح منه بتاخد لها مواصلتين تلاتة كل دي امور بجد مهيدة للنفس الاجانب طبعا الاجهاد البدني هل لليوجة يعني اي ايادي بيضاء في الملف ده؟ جدا زي ما قلت لحضرتك هي اسلوب حياة فانا اقدر اعمل كل ده واشتغل شغلانتين وتلاتة واركب مواصلتين وتلاتة وانا بقى بعمل اليوجة في حياتي لانه فيها جزء جسماني او بدني وفيها جزء تاني روحاني او نفسي فلو انا اشتغلت على الجزئين دول معناها ان انا هقدر اعمل اي حاجة في حياتي وانا بعملها بمنتهى السعادة والرضا وهيبقى عندي نوع من انواع التقبل فاستقبالي للامور هيختلف فبدل ما استقبل الامور مثلا بغضب او زعل او بعدم رضا استقبالي للامور لما هيبقى برضا كل حاجة في حياتي هتتغير هوصل للسعادة جميل طيب فكرة ان الواحد يعني ينعزل تماما عن الاجواء المحيطة به ويدخل في اجواء اليوجة دي عملية مش سهلة اعتقد ولا ايه؟ هو اليوجة مش بتعزلنا عن العالم اللي حوالينا بالعكس هي اليوجة بتربطنا بكل حاجة بمعنى ان احنا في عالم اليوجة بنبقى شايفين ان احنا وكل الناس اللي حوالينا واحد احنا وكل الكائنات واحد فلما حضرتك يحصل لك حاجة كويسة معناها انها حصلت لي انا كمان فلما حاجة هتسعيدك هي هتسعيدني انا كمان معناها سلام نفسي متحقق؟ طبعا طبعا معناها اني عمري ما هقزي حيوان في الشارع معناها اني عمري ما هقزي حد لان اي حاجة بتحصل لاي مخلوق على كوكب الارض هي بتحصل لي معي فانا ما بنعزلش عن العالم بالعكس انا برتبط بكل حاجة حوالي اكتر طب ايه التراك اللي امشي فيه عشان اوصل لحالة السلام النفسي اللي حضرتك تفضلتي بها دي؟ اول حاجة لازم اعرفها ان انا ادور انا مين الاول لو انا معرفتش نفسي انا مش عارف اي حاجة حوالي فانا لازم الاول ابدأ ابحث للاسف احنا اغلبنا عايشين بنفس مش حقيقية نفس دي المجتمع اللي عملها اهلنا النفس الحقيقية اللي هي الفطرة بتاعتنا شخصيتنا اللي اتولدنا بيها بصمتنا احنا دي للأسف زي ما حضرتك قلت مع الجاري اللي بنيجريه في الحياة بتروح فأنا مهم جدا أننا أبدأ أدور أنا مين الأول أوصل لنفسي الحقيقية الأول فطرتي الأول وإجابة السؤال ده بتكون إزاي بتكون إزاي يعني كلمة أو سؤال أنا مين معناها أنا مين من أي زاوية تقصد إيه أنا مين يعني أنا فطرتي إيه أنا حقيقتي إيه يعني ممكن تكون ردود أفعالي على مواقف معينة مش مبنية على شخصيتي الحقيقية مبنية على مواقف وصدمات أنا اتعرض طلعه وأنا طفل صغير فمثلا ممكن حد وحضرتك عندك مثلا ثلاث سنين حد دايقك بشكل ما والشخص ده كان لابس لون معين وليكن بني حضرتك تفضل طول عمرك بتقول أنا ما بحبش اللون البني وحضرتك مش عارف ليه ده علشان فيه برنامج تحط لحضرتك إن الشخص اللي كان لابس لون بني هو اللي دايقك فبالتالي أنت مكمل حياتك شايل حاجة هي مش بتاعتك هي المشكلة مش في اللون هي المشكلة في الموقف فلما حضرتك بترجع لنفسك المشاعر اللي مكتومة جوانا وإحنا مش شايفينها أو عاملين نفسنا مش شايفينها بتبدأ تتضح قدامنا لما بتتضح قدامنا بنبدأ نقشرها من علينا فبنبدأ نتحرر منها أول ما بتتحرر من الحاجات الزائفة اللي ماسكة فيك ومتحكمة في ردود أفعالك وفي طريق تصرفاتك في الحياة بتبدأ توصل لنفسك وده طريق السعادة قصة حضرتك أنت شخصية مع اليوجا ابتدت إزاي وهل هي ليه علاقة بدراستك أو ليه علاقة بطبيعة شغلك ولا أنت بتعملي في مجال تاني إلى جانب تدريب اليوجا خالص أنا كنت ست بيت قعدة بربي ولادي تلاتة وبعدين كان بيجي لي واجع جامل جدا في الأبتي وكان الواجع ده لي أسباب نفسية وأنا مكنتش عارفة فافضلت أدور كتير جدا لحد ما ابتديت ألعب رياضة تانية خالص اسمها بيلاتيز والبيلاتيز دي رياضة رائعة الحقيقة اختراها عملها أو اختراها شخص اسمه جوزيف بيلاتيز ألماني كان عمل نوع كده يعني أخذ حاجات من اليوجا وأخذ حاجات من البالي وحاجات من الايرابيكس وحط لها مبادئ أنه هو يبدأ يساعد بها الجنود وهم راجعين من الحرب أو الناس اللي عندها أي إنجري إصابة أو أي حاجة والحقيقة لما ابتدت ألعبها وقعت في حبها اليوجا دخلت حياتي بالصدفة جدا لإني لما لعبت البيلاتيز أخذت فيه كورسز مع مدارس كندية وابتديت أدرس وعلشان أزود شغلي قلت أم أخذ يوجا كمان حاجة كده صدفة بحتة يعني بس لما رحت لليوجا وعرفت قد إيه هي بتغير حياة الناس قد إيه هي بترجعك لنفسك تاني وبطرق بسيطة جدا وقد إيه هي مفتاح سعادة الحمد لله كملت فيها بقى خلاص مرتبط اليوجا برضو بأن الشخص اللي بيمارسها هو عادة من الناس الريئة ودايما فيه ارتباط شبه شرطي بين اللي بيمارسي اليوجا وبين كلهم من المجتمع المخملي بشكل أو بآخر ذهنيا عند الناس دي ناس ريئة يا برينسو مع الشيء أهم حاجة عارفة الفكر ده إلى أي درجة الفكر ده خاطئ خالص هو الحقيقة اليوجا لكل الناس بكل الشخصيات المختلفة بكل الأعمار بكل الأوزان مفيش حد نقول له متلعبش يوجا مفيش على ذكر الأوزان برضو كنا في مرة أنا فاكر كنا عملنا تقرير عن الحكاية دي فكرة إن اليوجا بيبقالها ناكاسات زي الفل على ناس اللي بتعاني من السمنة المفرطة إن هي بتساعدهم على فقدان الوزن ما تشرحين الحكاية دي بتحصل إزاي الحقيقة الكلام ده مضبوط لسبب مهم جدا إحنا بناكل في العادي بلا وعي لإن إحنا مش عارفين إحنا بناكل ليه لما حضرتك بتبدأ تلعب يوجا الوعي اللي عندك بيعلى بيعلى بمعنى إحساسك حتى بجسمك بيعلى إحساسك بمشاعرك فحضرتك لما بتبدأ تتمرن يوجا حضرتك جسمك بيبدأ يرفض الأكلات الغلط بيبدأ يرفض أي لايف ستايل أو أي سلوب حياة مدر فالوعي ده في حد زيته بيخليك تبعد عن الحاجات اللي بتأذيك الحاجات اللي بتديك وزن زيت وبتبدأ تبقى عايز تبقى عايش بشكل أحسن يعني نقدر نقول إن اليوجا بتساعد الواحد إنه يحب نفسه مضبوط جدا ده حقيقي جدا زيت طبعا إن إحنا في اليوجا عندنا أنواع كتير منها ففيه أنواع بتساعد جدا على الحاجات زي الأنواع المختلفة دي هو طبعا أنا مقدرش أقول لحد إبدأ بالنوع الفلاني لأن كل حد بيبقى له حالة جثمانية معينة لكن مجرد بس تعريف من أنواع المختلفة في حاطة يوجا في فينياسا يوجا في أشتانجا الناس الوزنها زيت بنبدأ معهم يوجا على كرسي لحد ما جسمهم أعضلاته تقوى والحد ما يبالزبط والحد يبدأ وزنهم ينزل وبعد كده بنبدأ الخدم على المات عادي جدا فالحقيقة باب اليوجا مفتوح لكل الناس أنا عايز أقول لحضرتك لو حد في السرير ما بيتحركش هيعمل تمارين النفس دايما برضو اليوجا ودي يمكن ساعدة الأفلام يعني بصفة خاصة في ترسيخ الفكر ده فكرة أن اليوجا هي عبارة عن قاعدة بتربيعة رجلين معينة وفي حركة معينة بالأيدين أنا مش عارف طبعا بالصحة بتاعي حقيقة بالمناسبة الوضع ده شهير جدا الوضعية دي معروفة جدا إيه فايدتها وإيه دلالة كل حركة فيها هو لو هنتكلم عن الوضع اللي إحنا بنبقى عاديينه مربعين في رجلينا اللي هي الوضعية اللي زي ما حد فيك قلتك كنا بنشوفها في المعقيد زيزي مثلا لو حضرتك تفتكر كده معي جدودنا زمان كانوا بيأكلوا ازاي كانوا بيعودوا على الطابلية كنا بنبقى كانوا بيربعوا رجلهم وده حضرتك هتلاقيه حتى محفور في المعابد بتاعة أجدادنا قدماء المصريين لأن الأعدة دي ساينتيفكلي أو علميا أثبت إنها المخ بيبدأ يدي إشارات للجهاز الهضمي إنه يبقى في حالة استعداد إنك هتاكل فبيبدأ يديره إشارات من فضلك إجهز عشان تهدم فعلشان كده الأعدة دي مش حاجة دخيلة علينا ولا حاجة جديدة دي حاجة من ألاف السنين موجودة معنا غير إنها بتهدي الجهاز العصبي نفسه كمان ده كان سؤالي كنت حاولك بقى بالنسبة للناس دي هي متنشينة على طول في ناس عندها سرعة استجابة لضغوطات الحياة يعني في حد ممكن يبقى رايق الدنيا ولعة حوالين منه ويكمل عادي ومش وقف كتير عند اللي بيحصل وحد تاني أقل كلاكسة مثلا كفير إن هو يبوز له يومه الناس دي الفئة التانية دي أكيد اليوجا هتبقى مفيدة بالنسبة لها طبعا هقول لحضرتك حاجة إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في حياتنا مع النفس إحنا أغلبنا متخيل إن النفس ده عملية أوتوماتيكية وخلاص فأنا مش هفكر فيها أبدا وبالتالي إحنا أغلبنا في النفس بيستعمل التلت الأولاني من الرئة وسيب بقية الرئة نايمة له الواحد دي قدر يتحكم في مساحة الرئة المستخدمة مش 100% بنوصل حد 80% ويمكن أكتر شوية كمان ده علمي يعني نعم كنترول من الشخص كنترول من الشخص هو في الأول حضرتك بتعمل ده بشكل كأنك متعمد لأنك مش متعود عليه لأنك في الأول بتتنفس حاجة اسمها شالو بريدنج أو نفس سطحي بس مع الوقت ومع تمرين النفس بتاعت اليوجا ومع الوعي حضرتك بتتنفس بشكل عميق فده بيعمل لك حالة من الاسترخاء عضلات جسمك بتفك يعني نسمع ناس تقول لك أنا عضلاتي باجعني على طول معيني ما عنديش أي حاجة ده بسبب النفس الدبراشن الاكتئاب عامل كبير جدا في النفس عشان كده ده كثيرا النفسيين بينصحوا الناس اللي عندها اكتئاب إن هم ما يعملوا تمارين نفس فاليوجا بتعلمنا نتنفس صح إزاي بتعلمنا إزاي نتنفس بشكل أعمق ده كله ليه تأثير على الجهازة بالمناسبة بعيدا عن اليوجا بشكل عام هو الصح إن إحنا نتنفس إزاي بعيدا عن اليوجا واليوجا أرجع تاني أكرر إنها اسفل حياة فأنا وأنا قاعدة محداك دلوقتي مفروض إن أنا عايشة يوجا النفس بتاعنا إن إحنا لما بناخد نفس القفص الصدري بتاعنا بيتفتح للجناب وبطننا بتطلع لبرا وعلشان الأناتومي بتاعت الجسم أو علم التشريح بتاع الجسم بيشتغل بالطريقة دي عندنا عضلة ديفرام هتزقل تحت فلازم بطني تطلع لبرا والقفص الصدري يوسع وأنا بطلع النفس لازم بطني بتدخل لجوه والقفص الصدري بتاعي بيقفل إحنا أغلبنا بتنفس بكتاف بتحصل بشكل تلقائي للأسف لا إحنا بنتولد كده عشان كده حضرتك لو شفت البيبي وهنام على ظهره هتلاقيه بيتنفس كده مع الضغط اللي بنتعرض له في حياتنا بنبدأ عارف حضرتك نفسك بيعبر عن حالتك طول الوقت يعني يا حضرتك لو خايف لو إحنا عاديين دخل علينا أسد حضرتك مش هتتنفس كده هتبص تلاقي نفسك عالي بقى سريع وبقى عند كتافك مش عميق لتاحك يوسفني أقولك حضرتك غلطانة إيه لا هيحصل بك لو دخلني أسد مش هبقى موجود معك يا أسد أنا هتلاقي أسرع سبرينتج وخيف حياتي أكيد أنا كمين هبقى ورح حضرتك أنا لسه حضر الأعمي يستنين الأسد وشوف نفسي والبطن داخلها ولا خيف أنا حتليدي اختفيت أستاذ أختفي مع حضرتك على حضرتك لا فعلا حتى في حالة الخوف يعني في كل حالة لو حضرتك في أي حالة لو مرتاح نفسك مختلف عن مضغوط عن خايف عن سعيد فإحنا من كم الضغط اللي بنتعرض له بنفضل نتنفس بنفس الطريقة اللي احنا خايفين فيها نفس سطحي في الكتاف فأنا مش واخد كفايتي من النفس مش واخد كفايتي من الأكسجين عايز أقول لي حضرتك أما الناس بتجلنا في اليوجا ونعلمهم يتنفسوا صح ويبدأوا يتنفسوا صح يقولك أنا كان عندي إنسومني أنا ما كنتش بنام عندي أرق ليلي بيناموا نوم غير عادي نوم مريح جدا استقبالهم اختلف بدل ما كل حاجة واخدها في شغله بعصبية وبيزعق وبالتالي بيروح البيت بيزعق لولاده بيزعق في مراته بيبدأ يتغير كل مزاجه بيبدأ يتغير الشخص المضغوط المهموم المجبوط المكتئب أيا كان المسمى أو أيا كان تحال توصل لأي درجة بيلزموا متنفس طبعاً إزاي اليوجا هي المتنفس ده يعني كينونتها كمتنفس للبني أدم المضغوط متحققها في صورة إيه الناس لما بتتمرن يوجا علمات حضرتك بتتعلم حاجة جميلة قوي جوا التمرين اللي هي إني أنا مش حاطت نفسي لا في مقارنة ولا في منافسة مع أي حد في الكلاس بمعنى أنا لسه بتعلم هقف إزاي لإن إحنا في اليوجا بنعلم الناس من أول هيوقفوا على قدامهم إزاي وحضرتك بتتمرن بقى لك كزا سنة فحضرتك ما شاء الله عامل حاجة رهيبة جيداً نواقف على رجل واحد ده وعامل حاجات صعبة وأنا لسه علمات بتاعتي بتعلمها في إزاي أنا بطلع بعد فترة من التمرين متعلمة أن أنا مش دخلة سبق محد وبالتالي أنا بتقبل نفسي وبتقبل الناس اللي حوالي ده بيخليني برة في حياتي العادية بستقبل بشكل مختلف بعرف أتنفس فبعرف أهدا حتى ممكن تخلي رؤيتك للأمور نفسها تختلف تماماً تماماً يا فاندم كل حاجة بتتغير بدلاً ما ابني يخبط حاجة وهو بيلعب في البيت فاروح مسرخة جامد جداً هو أنا حيه مش بسرخ عشان هو أخبط حاجة أنا بسرخ لأن أنا مضغوطة جداً وما صدقت بقى في حاجة أه طبعاً أنفس فيها عن الغضب اللي جوية أنا كل ده بيتغير تماماً بالمناسبة صحي الأمهات بصفة خاصة أن هم يمارسوا اليوجا حتى ولو على يعني لفترات قصيرة كل يوم من مطلقة أن الأم بتبقى دايماً مضغوطة طبعاً سواء كانت أم عاملة ولا لأ في الحالتين الأمهات الحقيقة دايماً عليهم حمل كبير أو إحنا عندنا الأمهات كده كلنا وأنا كنت من ضمن السيدات دي الحقيقة أن إحنا بيبقى متخيلين أن إحنا حياتنا كلها لازم تدور حوالين ولادنا وبس لأ هو أنا من حق جداً أن يبقى لي مرتين بس في الأسبوع ساعتين لي أنا الواحدي أروح أعمل فيها حاجة ولادي مش طرف فيها خالص وده مصلحة الأولاد بشكل أو بأخ قبل أي حاجة لأن كل ما أنا هبقى إنسان بتحسن من جوة وبس عن أنا بقى سعيدة وردية وهدية كل ما هدي ولادي أحسن وكل ما ربيهم على أن هما مطمئنين مش قلقانين وده حاجة مهمة جداً خصوصاً في الجيل الصغير لأن زي ما حضرتك عارف هما حياتهم كلها عنف من لعب التمثليات بيتفرجوا عليها الجيمز على الموبايلز بيلعبوها فهما كمان محتاجين يلاقوا جوه هادي في البيت طيب اليوجا أصلاً يعني خلفيتها إيه؟ ابتدت فين ومن خلال مين؟ وهل شكلها تغير وتطور مع الزمن؟ ولا زي ما هي؟ اليوجا حضرتك لو شفت كل الدول العريقة اللي عندها حضارات كبيرة لازم تلاقي عندهم يوجا هو إحنا متخيلين أن هي عند الهند بس هو الحقيقة حضرتك لو رحت مثلاً لأسر في المقابر الرائعة بتاعت القدماء المصريين وانزلت تفرجت جوه هتلاقيهم رسمين الأوضاع بتاعت اليوجا وفيه كتب المتبقية طبعاً حضرتك هتلاقيهم بيتكلموا فيها على التنفس لو حريك رحت المكسيك هتلاقي نفس الكلام في الهند نفس الكلام في كل الدول اللي عندها حضارات قديمة عريقة لازم هتلاقيهم بيتكلموا عن اليوجا بس لكن المنشأ الأصل المنشأ الأصل محدش عارف علمياً يثبت هي يعني أولها فين هم حتى التاريخ بالظبط مش عارفين يحددوه إذا كان خمس تلاف سنة أو عشر تلاف سنة كمان لأنهما كلما بيكتشفوا مكان بيلاقوا في مكان تاني حاجة أقدم شوي هو الحكاية أن الكتب اللي تحافظ عليها أكتر ما كان عارف يحافظ على الكتب بتاعته كان الهند فعلشان كده أي علم لليوجا بنرجع في أغلبه للهند أغلبه مش كله طبعاً يعني فيه مخطوطات وفيه توثيق للبدايات لكن هي كمان إحنا مصرنا القديمة الجميلة يوجا عندنا يعني باستفاده طبعاً طبعاً بيهم من أنهي فئات عمرية يعني مين أكتر الناس إقبالاً على تعلم اليوجا وممورستها والله الخبر الجميل أن دلوقتي الإقبال على اليوجا من كل الأعمار يعني دلوقتي فيه يوجا للأطفال حضرتك التين ايجرز أو المراهقين بقوا مهتمين جداً الأعمار بقى العادية لحد ستين وخمسة وستين وسبعين سنة الحمد لله كل الناس دي دلوقتي بقى عندها وعي وبتدور على اليوجا ورجال أكتر ولا سيدات؟ الأول لحد قريب لحد ثلاثة أربعة سنين فاتوا كان سيدات أكتر دلوقتي الحمد لله بقى فيه رجالة وبقى فيه رجالة مدربين ودي حاجة طبعاً الرجالة محتاجين اليوجا قوي زيهم زي الستات بس يعني فيه رجالة كتير مش مستوعبة الفكرة يعني فهم زي عشان متخيلين إن اليوجا قاعد مكانك بس لما بيجوا يجربوا اليوجا والتمرين والحاجات دي بيعرفوا إنها مش للسيدات بس والحاجات إيه أكتر حاجات تقالتلك من الناس اللي انت دربتهم في أي مرحلة من المراحل وبعد فترة ما شافوكي تكلموا معاكي عن إنعكاسات اللي انت دربتهم عليه على حياتهم؟ والله فيه حاجات بيدخليني عاية بالدموع حقيقي يعني مثلاً في بدايات خالص تدريبي منساش أبداً إن فيه سيدة فاضلة جات قالت لي أنا كنت بتمنى صلي وأنا وقفة وبقالي عشر سنين بصلي وأنا قاعدة ودلوقتي بصلي وأنا وقفة منساش أبداً بنوتة أمر عروسة كان عندها مشكلة في رجبتها فده كما نعها تسافر مع جوزها ويطلعوا مثلاً جبال أو يعملوا حاجات فيها ماشية أو حتى إنها تزور حامتها لإنها كانت سكنة في دور رابع من غير أسانسير وإنها بعد فترة من الفترات دي بقت بتعمل كل حاجة وجدت عايت برضو وتقولي أنا ممتنة لا الحاجات كثيرة جداً في بيوت الحمد لله تصالح حلها كانت كلها عصبية وغضب ودنيا تغيرت خالص والله حيث كده يا ربنا يقدرك دايماً على فعل الخير إن كلها انعكاسات طيبة على حياة الناس الحقيقة أنا مشكورك على وجودك معي أنا ورطيني النهاردة وإن شاء الله اللي حادثنا بقية بإذن الله مرسي وأنا أتشرفت جداً أنا كنت مع حضرتك وأتمنت على حضرتك ثاني مرسي حضرتك طيب يا حضرات دي كانت أولى فقراتنا الحوارية هنتلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلم خليكم معا عودة من جديد لحلقتنا النهاردة من عشر الصبح في الأهلي أهلاً بكل حضراتكم في تاني فقراتنا الحوارية وإحنا الحقيقة في الفقرة دي عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه سواء فيما يتعلق بالنادي الأهلي عايزين نتكلم عن حفل The Best عايزين نتكلم عن منتخب الشباب وإن كان الكلام عنه وحيكون زو سجون إلى حد كبير لكن دي كلها ملفات عايزين نفتحها مع ضفنا العزيز اللي منوارني في حلقتنا النهاردة لأستاذ جمالي الزهيري النقد الرياضي يا صباح الخضرات على حضرتك أهلاً بي بسيس كريم صباح الفل علي أهلاً بسيس كريم الحمد لله عندنا كلام محلي وعندنا كلام دولي وعندنا متخب الشباب وعندنا بعد قصد حضرتك زمالتنا العزيز يا سالة حامد يبقى سالة الأول عشان ما نقطعش مع حضرتك الاستخدام والكلام فهنا ناخد بس سالة نعرف منها كده إيه المستجدات في النادي الأهلي ونبتدي كلامنا مع حضرتك يا سالة صباح الفل عليك يا سالة حامد من مقار النادي الأهلي بالجزيرة صباح الفل عليك يا سالة تفضلي إحنا سمعينك صباح الخير يا كريم طبعاً برحب بيك وأكيد برحب بدفق الأستاذ جمالي الزهيري الناقد الرياضي وبكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان وزي ما أنت قلت يا كريم حالياً أنت وقت داخل لمقار النادي الأهلي بالجزيرة عشان نقول لكم كل الأمور والأخبار متعلقة بالنادي الأهلي وجميع فراء الرياضية وكالعادة طبعاً بيتي دايماً بالفريق الأول لكرة القدم تحت قاية مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريقه لنادي الأهلي وطبعاً نادي الأهلي زي ما عارفين مبارح ختم استداداته وكل التدريبات لمباراة اليوم نهارداً إن شاء الله نادي الأهلي في مواجهة فريق الداخلية وده في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النهارداً إن شاء الله مباراةه قام في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد الأهلي والسلام ده بالنسبة لي فريق كرة القدم خليني نروح لجميع الألعاب الأخرى ونبتدي معاكم بفريق الماسترز أو فريق الكرة الطائرة تحت قاية الكابتن ميدو مسلحي وطبعاً مشاركة في بطولة العربية لكرة الطائرة نبارح النادي الأهلي يا كريم كان عنده مباراة مهمة مع نادي السوحلي الليبي وانتهت بفوز النادي الأهلي بثلاثة شواط نظيفة مقابل لاشيء وكده النادي الأهلي ضمن التأهل للمباراة القادمة إن شاء الله وهي مباراة النصف النهائي من البطولة اللي هتكون النهاردة ونادي الأهلي هيواجه فيها فريق السايب العماني في تمام الساعة لتساعة مساءً وده هيكون طبعاً مباراة النصف النهائي من البطولة العربية وهتقام على نفس الصالة اللي عليها جميع المباريات صالة 2 باستاد الكاهرة كمان سيدات كرة السلة أمبارح كان عندهم مباراة مهمة بعد تواقف دولي لمدة شهر ونصف بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في تصفيات أفريقيا لكرة السلة الأفرو باسكت أمبارح كان عندهم مباراة مهمة في بطولة كأس مصر ودور الثمانية مع فريق مصر التأمين وانتهت بفوز سيدات أو ملكات كرة السلة بنتيجة 95-48 ويمكن المباراة شهدت تقلق كبير من جميع لعبات نادي الأهلي وكمان لعبات نادي الأهلي الدولية يمكن كمان شاركوا حتى لو بوقت بسيط من البطولة زي نادين سلعاوي وثريا محمد وكمان رانيم الجداوي ومش بس ملكات كرة السلة المبارح كان عندهم مباراة في بطولات المحلية كمان فريق كرة السلة رجال تحت جاءت مصر أجاصي بوش كان عندهم مباراة مع فريق الشمس ضمن منفسات بطولة منطقة الكاهرة واللي انتهت لصالح نادي الأهلي بفارق 20 نقطة في المباراة يمكن كمان المباراة شهدت يا كريم يعني تقلق كبير من لعبي إلى نادي الأهلي وكمان يعني العديد من اللعب نادي الأهلي من فريق الشباب 20 سنة ده بسبب يعني التواجد أو في العديد من الغيابات في صفوف الفريق طبعا بسبب مشاركة اللعبة الدولية مع منتخبنا الوطني في تصفات كأس العالم زي أهاب أمين عمري الجندي عمر طارق وسيف سمير فيعني كانوا غيبين عن مباراة أمس وكمان صابت أحمد اسماعيل وعبد الله ناصر ربيدو فبسبب جميع الغيابات دي قرر مستر جاسي بوش أنه هو يصعد العديد من اللعبة من فريق العشرين سنة تحت قائلة الكابتن ماجد سلامة وكده نادي الأهلي بعد مباراة أمس تأهل الدور التمانية من البطولة بطولة منطقة الكاهرة وهيواجه فيها إن شاء الله فريق الزهور يوم الخميس القادم على صالة نادي الزهور من كده يا كريم يعني كانت كل أخبارنا المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرق الرياضية طبعا أنا معك لو في أي سؤال وللأ أنا عودة من روحي للستوديو يتكلم لك طبعا يا كريم تفضل في الحقيقة دايما أخبارك كلها جميلة يا سالة كالعادة بنشكرك على وجودك معنا النهاردة جزيل الشكر كانت معنا الزميلة العزيزة سالة حامد من مقارن نادي الأهلي بالجزيرة طيب نروح بقى ونفتح ملفاتنا مع ضيفي العزيزة اللي بنورني النهاردة الأساس جمال الزهيري وخلينا نبتدي بعد إذن حضرتك بالنادي الأهلي إحنا عندنا ماتش مهم جدا مع الداخلية ماتش نقدر نقول عليه إن هو مش سهل من زاوية إن الداخلية كما عهدناها هي فريق دفاعي مش هقول لك بحثة بس إلى حد بعيد ففكرة اختراق هذا الفكر الدفاعي هل من ممكن يتأتب من خلال عرضيات من خلال اختراق من المنتصف يعني فكرة كولر ممكن يخترق الدفاع الفريق المنافس إزاي في مدينة طبعا أي مباراة بالنسبة للنادي الأهلي تبقى لها أهمية خصوصا إنه النادي الأهلي بيسعى لإنه يعني يسترد درع الدوري مرة أخرى ويحافظ على الصدارة اللي هو فيها حاليا ويمكن دي نقطة اللي إحنا دايما بنبقى متخوفين منها بعد عودة النادي الأهلي من كاس العالم الأهلي أو دوري أبطال أفريقيا يعني حتة التوازن إنك تحافظ دي مهمة جدا وليه ما بتحصلش كتير لا هي كانت بتحصل يعني عادة كان النادي الأهلي على طول بعد ما بيخلص بطولة بيرجع يخش في البطولة التانية ما فيش مشاكل يمكن حصل بس في الموزيمين الماضيين لأسباب برضو إجهاد اللاعبين بس برضو كمال يعني ساعات بتبقى الحكاية معكوسة يعني لو أنت مثلاً كنت منغمس قوي في البطولات المحلية واختبالك وتطلع بطولة عالمية وبتلاعب مدارس كروية مختلفة وفرق تقايل العالم فتهتز أمامهم ممكن يكون في شيء من المنطق في الحالة دي لكن إحنا بيحصل معنا العكس يعني بنحجر جابد مع تقايل العالم وبعد كده نرجع على الدوري المحلي ما هو لأن أنت عشان تلعب على مستوى كاس العالم للأندية بتقابل مستويات عالية طبعاً فبيبقى فيه جهد أكبر مبزول من اللاعيبة طبعاً فيعني زي ما تقول إيه بيستنزفوا طاقتهم في المعنوية والبدنية والفرقية فإنه هو عاوز يعمل حاجة بدليل إن فيه لعيبة كتير كانوا وممكن يبقى بعيدة عن مستوى محلياً ويجي فيه البطولة العالمية يحاول يطلع كل اللي عنده طبعاً يسليش حاكم الناس دي بالضبع يعني هو بمتقلق محلياً وعالمياً بس عالمياً بيتحول بحاجة تانية فالطبعاً هي الفكرة بقى إنه خلاص الأهلي رجع وخلص كاس العالم للأندية ودخل مباشرة على الدوري ودوري أبطال أفريقيا ومن هنا بقى يجب الحرص على كل مباراة خصوصاً المبارايات الأولى اللي هو بيلعبها شفناه أمام أسوان قدر الحمد لله يحقق النادي الأهلي فوز كبير بعد كده عنده مباراة الداخلية حتى على مستوى دوري أبطال أفريقيا كان فيه شوية اتزاز يعني الأسباب برضو خارجية شوية في مباراة الهلال السوداني ثم مباراة أخيرة بالضبط بالضبط حاجات صعبة جداً حقيقة ونتمنى أنها ما تكونش موجودة طبعاً بعد كده مباراته دام سانداونز برضو أعتقد أن النادي الأهلي كان ممكن يعني يحقق أفضل يعني كان ممكن المباراة كان سيناريوهاتها صعبة جداً لغاية ما النادي الأهلي قدر أنه هو يتقدم اثنين واحد وهنا بقى تيجي مشكلة أخرى أنه إزاي أنت لما تتقدم في توقيت معين تحافظ على ده آه طبعاً إزاي ما بيقولوا كده بلغة أهل الكورة تموت اللعب آه طبعاً بحيث أن أنت تحتفظ بهذه النتيجة خصوصاً أن المباراة أكدت أن هناك بعض المشاكل في الأداء الدفاعي فكان لازم يبقى فيه السيناريوهات دي تتوقف بمجرد أن أنت تحرز هدف التقادم قبل أن نقف عند الدفاع لأن دي برضو نقطة تستحق التأمل الحية في البطرة الأخيرة بس رجوعاً برضو لأن النقطتين اللي حالك تفضلت بذكره ماتش أسوان وماتش سانداونز ماتش أسوان كولر ابتدى بكهرباء وفي ماتش سانداونز كانت درفع في البداية ببرسيتاو فهل دي فيها دلالة ما أو إشارة ما أنا شخصياً بفضل يعني أنا بشيت بكولر في الجزئية دي وفي نفس الوقت أتمنى تثبيت التشكيل يعني أنت عندك لما يبقى فيه لعيب متقلق النهاردة هتلعب بعد ثلاثة أيام لو هو ما عندوش مشاكل بدنية أو إصابة أو غيره يستحسن أنك تبتدي بيه ليه أنت لازم يبقى عندك دفع ومؤذرة لللاعب اللي بيجيد وكل ما ثبت التشكيل قد يكون حيثة التدوير مهمة برضو في حاجات يعني أنت عندك المجموعة اللاعبين اللي هم بيلعبوا تحت رأس الحرب اللي هم الأجنحة الهجومية مهم جداً أنك تتطمن عليهم كلهم وأنه كلهم يبقوا يعني دي ميزة التدوير لكن يريد التدوير دي يبقى على فترات يعني فيها حرص أكتر في حالة يعني لو قفنا عند الاسمين دول بالتحديد في الماتشين دول بصفة خاصة وماتش أسوان وماتش سانداونس كهربا وبرسيتا أو هل نقدر نقول من خلال كده أن كولر بيميل شوية للمهاجم الوهمي أو اللي هو اللي مش صريح أوي أو راس الحرب الوهمي طبعاً لأن في أحوال كتيرة جداً قد يكون في ظل وجود عندك مشكلة الناس كلها معترفة بيها الجميع يعترف بيها مش على مستوى الأهلي فقط على مستوى الدوري كله قلة المهاجمين الهدفين اللي هم الصراحاء يعني المهاجم الصريح فأنت بتبقى لازم يكون عندك اعتماد على الخط الهجومي ككل ممكن هو اللي يسجل يعني مش بالضرورة أنه المهاجم الصريح ما هيش مهنة يعني أيها طبعاً يعني آه ما كانش بقى فيه مدفعين ساعات بالزبط ولذلك فيه كمان مدفعين طبعاً أنت بتعمل نوع من الخلخلة وإحنا ما شفنا الجول الرائع اللي أحرازه محمد عب ميناء في مقارات سانداونس مهم جداً وأعتقد لو اتعادت ألف مرة مش هتتعمل أفضل من كده صحيح يعني فطبعاً مسألة التهديف مهمة لكن أنا دايماً بقى نرجع لماتش الداخلية أمام أي فرق بتعتمد على الناحية الدفاعية خصوصاً أن الداخلية في المركز الخمستاشر وحاوز طبعاً يحصل على أي نقاط أنت المفروض وانت بتهاجم لازم لا بديل عن أنك تعتمد على تأمين دفاعي كويس جداً وتكون حذر جداً من الهجمات المرتدة لأن أنت بتبقى مندفع بكل قواك الهجومية وبالتالي المنافس ممكن يكون هو باني خطته أساساً على هذا الاندفاع يقطع كورة ويبتدي هاجم بالزبط وممكن لو أحرز هدف يحطك في مشكلة كبيرة جداً فنرجو طبعاً أنه يبقى فيه اهتمام بهذه الجزئية ومراعات العمق الدفاعي حتى في حالات هجومك وحرصك على أن أنت تسجل مبكراً طيب الفترة اللي فاتت كان فيه أكتر من ماتش فأكتر من بطولة مختلفة محلياً وقرياً كان لهم ظروف وملابسات خاصة فبعيداً عن الملابسات الخاصة رؤية حضرتك لأداء النادي الأهلي محلياً وقرياً في الفترة الأخيرة بشكل عام من غير التفاصيل من غير التفاصيل أهم حاجة تلفت نظري أنا شخصياً أو بلاحظها وممكن يكون الناس كتيراً يتفقوا معايا هي جزئية إمتى تموت الماتش يعني أنت أمام ريال مادريد كان ممكن النتيجة تكون أفضل كتير كممكن تنتهي نتيجة اثنين واحد نفس الشيء قدام فلمينجو ونفس الشيء كمان في مباراة كتير أنت ممكن تكون بتتعرض أخيرهم مباراة سامداونز يعني إمتى توقف اللعب وتموت اللعب طالما ده في مصلحتك هي دي نقطة أعتقد طبعاً هي مش غايبة عن الجهاز الفني يعني في رأيي حضرتك رؤيتك كده تعالي عندما تشري المدريد بصفة خاصة ليه ما موتناش اللعب بعد مرحلة معينة أنت ممكن ما هو بيبقى عندك طموح زيادة اللي هو بيخليك على طول عايز معتقد أنت في فترة قليلة تقدر تقلب النتيجة لكن أمام فرق كبرى ما هو فيه فرق أنت ما تقدرش تجاريها يعني على مستوى مثلاً ريال مدريد مش هتقدر تجاريه لأنه هو زي ما احنا شفنا في خمس دقايق في الوقت بدل الضايع أحرز هدفين جولين صحيح و جولين ما لهمش أي لازمة ما لهمش لازمة وبمنتهى البساطة و يعني ممكن ما يبقاش في زهن أي حد يعني حتى ده تشوفه في شعور لعبتك وهم حاسين إيه ده خلصت إزاي كده لأنه هم طبعاً فرق الكبرى عندهم والمهارات اللي موجودة بتديهم الإمكانية أنه هو يخلص في أسهل وقت أو في أقرب وقت طبعاً وده برضي وده بيخلينا نقول دايماً بنبقى زعلانين على إيه على الفرصة اللي أنت بتضيعها طبعاً يعني اللي إحنا بنضيعه طبعاً لأنه ممكن يفرق معك جداً زي ما شفنا يعني في المرحلة الأخيرة طيب لكن أهم حاجة أهم حاجة من وجهة نظري برضو في التوقيت الحالي الدوري الحفاظ على الفارق ده مالوش حل لازم طبعاً مزيد من يعني اللي هو بيسموه إيه نزيف النقاط أه أه هو الحمد لله لغاية دلوقتي مفيش ونتمنى أن ده يستمر وحتى كل الفرق لعبة تكتر منك بثلاث متشاط مثلاً أي ومع ذلك لسه ما وصلش أنه هو يتعدل معك في النقاط طبعاً فلابد من الحفاظ على الجزئية دي لأن هي مجرد أن الآل ينجح فيها دي حتقضي على كل الطموحات طبعاً أتمنى طبعاً بالنسبة للمباراة النهاردة يبقى النادي الأهلي موفق فيها جداً بإذن الله ويحقق الفوز اللي إحنا عايزينه بسم الله طيب ننتقل بقى مع حضرتك للملف اللي أنا كنت بقى وأنا بصدد تقديم حضرتك تقول أنه أكيد الكلام فيه حيكون كلام زو شجون أيها هو منتخب الشباب حاجة صعبة جداً حاجة صعبة مع موزنبيق ثم خسرت من نيجيريا لسه فيه أمل يعني بس الحقيقة بقى الحق يقال قبل مباراة السنغال تعرض جهاز الفني واللاعبين لهجوم شديد جداً للأسف كمان من داخل اتحاد الكرة بعض المسؤولين في اتحاد الكرة اللي ابتدوا يخلوا مسؤوليتهم عن الموضوع اعتراضاً على النتيجة والأداء ولا اعتراضاً على المدير الفني رغبة في القفز من المركب طب أنت بتقول مثلاً ما احترامنا لكابتن محمود جابر بتقول أن محمود جابر مش قد طب أنت سبته ليه هتيجي تقول اللي عينه لجنة أحمد مجاهد طب ما هي لجنة أحمد مجاهد كانت معينة شوئي غريب للمنتخب الأولمبي جددت الثقة فيه وانت جيت خط قرار بإقالة أو بعدم تجديد التعاقد وإحنا أصلاً هنفضل في الفكر ده لغاية إمتى ما هو الفكر ده لكل واحد يخلي مسؤوليته وتعبير البلد الداري يتالت إيده من الموضوع المسؤولية للأسف الشديد إحنا لو فضلنا نعتمد على كل واحد بيخلع إيده من الموضوع مش هتوصل لحاجة لأنه في النهاية أنت مسؤول طالما جددت الثقة في مدير فني أو في جهاز خلاص أنت المسؤول عنه وتطلع بمنتهى الشجاعة تقول أنا غلطت في كذا وتحاول وتحاول تصلح لغاية النهاردة مجلس إدارة الاتحاد الكرة ما قالش حاجة يعني ما فيش أي أكشن أو تصرف يقول أنه هو ناوي يعمل حاجة فطبعا بنتمنى أن ده يعني لأنه في النهاية أنت عشان يحصل عندك تفوق في الكرة المصرية لازم يكون عندك المراحل السنية المتتالية هي الأفضل يعني في قمة مستوها يعني بطولة أفريقيا ليس أقل من أنك تبقى البطل ده لازم يبقى هدف بعد كده توصل كاس عالم للمرحلة السنية زي اللي حصل مع كابتن حسن شحاتة وكابتن شاوئي غريب على التوالي في أكثر من بطولة وبالتالي تم منهم حتى اختيار الجهاز الفني اللي هو يقود المنتخب الأول يعني هو جهاز المنتخب الأول اللي حقق 2006 و2008 و2010 كان يقوده جهازين اتعامل منهم خلطة حلوة ونجحت فيما بعد فأنا أتمنى أن ده يتم ومش هقول يعني مش هطالب زي الكثيرين باستقالة اتحاد الكرة طالما هم عندهمش التوجه ده بس على الأقل لازم يتحط برنامج هم وغيرهم لازم التوجه يبقى موجودة عندهم عشان تنصالح الأحوال بالضبط وإيه المانع ان انت تبقى لو انت مش حاسس ان انت فشلت في حاجة زي ما انت بتقول في قطاعات كتير تقول انا مش قادر طب هو اللي احنا شفناه إنجاز ان انا سميه تراهل في الاداء وفي الشكل العام الترامض ده مرجعيته ايه في رأيي حديك هل المشكلة في الإدارة الفنية هل المشكلة في كواليتي اللاعيبة اللي تم اختيارهم مشكلة فيه بس كل ده يعني كل ما مش حقدر اقع فيه يعني دايما المنظومة الناجحة زي ما بنحمل المسئولية يعني فيه قصور من كل الاطراف طبعا طبعا وبعين انت كمجلس ادارة لما تلاقي فيه مشكلة متكررة او ملاحظة انت شايفها لازم تعمل تعديلات يعني هو الشيء كويس ان انت تدي المسئولية لحد وتسيبه يشتغل بس اثناء اداءه لعمله انت بترائب برضو هل تم اولا توفير برنامج اعداد قوي المستوى الفني المتدرج لهذا المنتخب هل بيعلى ولا زي ما هو ولا بيقل هل قرارات المدير الفني سليمة فانت تؤيده وتدعمه ولا عشان كده مهم انه يبقى فيه حاجة فنية مش هقول لجنة سميها اي حاجة حاجة فنية جهو اتحاد الكرة بترائب الاعمال دي كلها يعني مش هقول مجلس الادارة مفهوم يعني زي مثلا لجنة تخطيط لجنة فنية جوه المنظومة تشوف تعمل عملية تقويم احيانا او او تعديل للمشوار يعني ما سيبوش لغاية ما يغرق طبعا وبعين اقول انا مش مسؤول عنه انا معرفوش مهوق مهوق يعني يقولك احنا احنا ما نعرفش الراجل ده جزير بزير كلا يا سيد جمال برضو احنا بنعاني منها بقادنا سنين طويلة وانا هنا مش بتكلم على منتخب الشباب ولا على غير ولا بتكلم على حالة عابلة على المنظومة نظام فكري يعني امتى المسؤول حيتحمل مسؤوليته وامتى حيكون فيه عقوبات راضعة وامتى حيكون فيه يعني ايه قوانين راضعة وتخلوا من الصغرات يعني احنا عندنا في كتير من الاحيان بتلاقي وخصوصا في حالة جلب مدير فني اجنبي وبالتالي ميزانية معتمدة بارقام ضخمة جدا في الحالة دي من باب اولى ويبقى فيه فعلا كل اللي حضرت تفضلت بيه وفيه رقابة وفيه وفيه محاسبة عند اللزوم لكن احنا سياسة المال السائب دي حالا تخلص من احنا ومش عيب ان انت تغلط في اختيار بس ممكن تعدله يعني مثلا زي او حصل حصل هقولك هنا في النادي الاهلي لما جه سوارش الظروف كلها كانت مش مساعدات فما قدرش يحقق النتائج المطلوبة رغم كده مجلس الادارة عمل ايه لازم يتدخل او اللجنة الفنية او لجنة التخطيط لازم يبقى فيه تدخل لتعديل المسار الى ان وصلنا الى مرحلة كولر وبقى فيه يعني انتظام اكتر فيه نتائج افضل ده مهم جدا ومش عيب يعني على فكر اه طبعا مش عيب انا بعتبر ده جزء من مقومات الادارة المزبوطة ان انت يعني مثلا هل نعلم اي شيء الان عن المنتخب الولمبي بيعمل ايه هل نعلم اي شيء عن المنتخب الاول هل فيه متابعة للاداء انا شايف للأسف ان هناك حالة من الانبهار النظري بالمديرين الفنيين المسؤولين لكن لازم نشوف هم طلباتهم ايه و الى اي مدى وصلوا يعني هل فيه برنامج اعداد فعلا قوي ولا المسألة ماشية وده هي رجعنا تاني برضو سيدس جمال بالمعضلة الازالية بتاعت المدير الفني الوطني بالمقارنة بالمدير الفني الاجنبي اي بص يا سيدس كريم وخصوصا امتحالة منتخب سيدس كريم اي جنسية مصري اجنبي لازم يبقى وراها منظومة ناجحة منظومة يعني فعالة لانه ما ينفعش ان انت تيجي مثلا تتعاقد مع حد اجنبي او مصري وتسيبه يعمل اللي هو عايزه وكأنها مسألة شخصية وسعاد بيحصل العكس بيبقى هو عايز يعمل حاجات ومش قادر يعملها لانه بيصطدم بالظل وواقع معين هو بحاس استجاهه بغربة هو جاي من عالم فالله انت لازم انت اللي تكون بتساعده مش حد تاني طبعا للمصلحتنا للمصلحة ايوة فعشان كده لازم يبقى فيه من هنا انا بقول مش تدخل في العمل بس فيه متابعة يعني احنا بنعمل دلوقتي مثلا مشرف على منتخب الاول مشرف على المنتخب الاولمي اللي هو بيكون عضو مجلس الادارة مثلا وهو حلقة الوصل مع اتحاد الكورة او مجلس الادارة المشرف ده بحكم انه هو غالبا بيبقى لعب كورة او لعب كورة سابق يعني لازم يكون له دور مش تدخل يعني هو بس الفكرة المشرف مهمته انه هو يوفر جميع العناصر لو فيه اه هو بحكم انه هو مصري فبيسمع اراء ينقلها الى المدير الفني يعني ما يتسابش اي مدير فني لغاية ما بياخد الفرقة كده وينزل للبحر ازاي يعني وبياخد عصابنا معاه لا وبتاخد فلوسنا وبنغرأ كلنا في الاجب بالزبط كده وبعدين لازم يكون فيه تدخل للتعديل والتقويم طيب ده فيما يتعلق بيه المدرأ الفنيين سواء كانوا وطنيين او اجانب طيب بالنسبة فقى للمنتخب نفسه منتخب الشباب نفسه هل حضرتك شفت فيهم حد يصلح ان هو يتطعم بالمنتخب الاولمبي او المنتخب الاول في يوم الاياب شفت حاجة استثنائية لا بس اهم حاجة بالنسبة للمنتخب الشباب والناشئين ان هو يكمل برنامج بطولاته هو ده اللي بتحافظ عشان يبقى انت عندك في كل منتخب كل ما بيتقدم في المستوى البطولات اللي بيشارك فيها كل ما هو بيستفيد وبيبقى مستوى افضل فانت هتقدر تستفيد منه في المرحلة السنية الكبرى بس لو في حد يعني موجود بشكل استثنائي هيلمع في كل الأحوال بس انا بعتبر ان هما بيتظلموا بان هما منتخب بتاعهم ما بيكملش يعني احنا شفنا في المراحل اللي كان فيها منتخب الشباب والمنتخب الناشئين والمنتخب الاولمبي فيه اداء ونتائج ووصول لبطولات كبرى على طول بيتخذ منهم اكتر من لاعب هما قوام المنتخب الكبير او بيدخلوا مع المنتخب ده مش ممكن يحصل بسهولة لو انت بتعمل الموضوع فردي يعني هتيجي دلوقتي عايز تختار لعيبة تختارهم منين من اللي انت شايفهم من اللي انت شايفهم على مستوى يعني ايه بشكل فردي لكن ما تقدرش تقول مثلا انا المنتخب ده حيتصعب ما احنا لو كنا شوفنا لا سمح الله اذا استثنائي الجماعي كنا على نقول المنتخب كله يطيبوا تسليم لكن ده احنا حتى بنتنشق على حالات فردية يعني اللعيب الحلو بيبان حتى لو فماتش هو خسران فيه قليل قوي بقى يعني في الحالة اللي احنا بنتكلم فيها يعني مفيش حد لفت نظر حضرتك خالص لا فيه بس قليلين جدا وما هماش يعني ملا معوش طب وجود اكتر من عنصر محترف كان لده اي نعكاس طيب يذكر في الليل ولو فيه اي نعكاس من غير ما انا اقول رأيه حيبان اه طبعا والحاجة الحلوة بتفرد على طول يعني مش هقولك مثلا هتلاقي فيه تقلق هتلاقي فيه اللاعب بيفرض نفسه يا سيدس كريم اللاعب المتفوق بيفرض نفسه بايه يعني اقدر تقولي هل فيه اي فعالية هجومية لمنتخب الشباب اللي خلاص انهى مشواره او انتهى مشواره هل فيه اي فعالية ما لو فيه فعالية كنا جيبنا جون يعني كنا احرزنا هدف ده منتخب يا سيدس جبال احنا بنتكلم في الموضوع هو حديث زيوشي جون نبعد يعني تعالى بقى نروح لدي باست الحدث الابرز واللي كتير جدا من المحبي وعشاقها كرة القدم ورموزها ونجومها بيتابعوه طبعا كل سنة شفت الجوائز منطقية شفت ان فيه ظلم شفت ان فيه تعدي على حقوق حد ثاني اولى لا انا شايف انه منتخب الارجنتين كان له تواجد قوي جدا او زي جمهوره كبير خد جايز وجمهوره كبير خد جايز اه جايزة الجمهور المثال يعني المدير الفني مفضل مدير فني سكلوني المدير ميسي طبعا حارس المرمى حارس المرمى مارتينيز الجمهور نفسه برضو اخد جايزة لانه سيناريو البطولة الحقيقة يعني ممكن نشوف احنا متابعين ميسي من سنين طبعا يبان جدا في كاس العالم الاخيرة في قطر اه طبعا الدور اللي لعبه طبعا ميسي مع فرقته صحيح بمهارته الفردية وبقيادته وبقيادته وكل شيء وبسباته الانفعالي جدا لانه كمان ده منتخب الارجنتين لما يخسر اولى مبارياته في كاس العالم من المنتخب السعودي طبعا الشقيق اه لا ده الناس طبعا يعني فيه ناس كتير صادمة بالنسبة لهم صادمة بالنسبة لهم وان كان بعض الناس احيانا بيتفاعلوا للمنتخب البطل اللي بيخسر اول مباراة يعني بيقولك اه لا ده حيكمل تاريخ دايما بيوصل لكن فعلا هو منتخب بقيادته الفنية نجح تماما انه هو يبهر الناس في هذه البطولة ميسي على وجه التحديد لانه كان في المقابل فيه كريستيانو منتخب البرتغال اللي انا بقول برضو انه هو اتظلم في انه هو اتعامل معاملة على انه هو انتهى هو ما انتهاش وراجل نجمه كان يستطيع تحويل الامور او تعديل الامور لو استمر مبسوط من وجوده في الدوري السعود طبعا لا هو وجوده طبعا حاجة كويسة جدا لأي دوري مفيد بالنسبة له ما فيش شك طبعا انا بكلم عنه هو يعني رؤيتك لهذه الاسطورة شوف ونهاية مشواره شايف ان دي النهاية لا هي اولا اولا نهاية مشواره انا ما باعتبرش ان دي نهاية سيئة بالعكس انا شايف انه هو هو جرب كل الاندية الكبرى واحترف وتقلق بس بيني وبينك بقى مش عايزين حد يسمع لما حد يلاقي هذه الفرصة المادية طبعا طبعا لازم انه هو هيقبلها خصوصا انه انه هو بعد ما ساب ريال مدريد الدنيا برضو ما كانش في اصبت احوالها فهو بالنسبة له تجربة حلوة جدا دوري السعودي من الدوريات القوية بالاضافة الى الفوائد المادية اللي هتعود عليه طبعا كان فيه كلام من فترة عن احتمالية انتقال ميسي هو كمان واحدة من الفرق السعودية ورجعنا بعد كده نقرأ ونشوف اخبار بتقول انه لقى غالبا في حال رحيله عن فاريس سان جرمان حيروح غالبا للدوري الامريكي الامريكي لا هو طبعا هي التجربة نفسها ممكن تكون مليمة لحد زي ميسي لان ميسي النهاردة برضو حقق كل احلامه وطموحاته في كرة القدم بحصوله على كأس العالم وفوزه بلقب الاداف ولقب الافضل كل هو قفل كل حاجة الحقيقة فممكن جدا تبقى مرحلة بالنسباله يفكر في حاجة بهذا الشكل لو العرض مغري واخبالة غالبا مفيش حد حيفكر من يعرض على ميسي رقم مش قد كده غالبا ممكن يتعرض عليه روح السعودية بقى كمان يبقى المنافسة بينه وبين كريستيان مستمر ولكن على أرض أنا بذكر حضرتك أستاذ جمال شكرا 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 ونتمنى التوفيق طيب يا حضرات احنا هنطلع فاصل ونرجع بقى نستقبل حضراتكم في ثالث وآخر فقراتنا الحوارية وهي بالمناسبة فقرة طبية مسجلة مع دكتورة إيمان المراجدي ونشوفكم على خير بكرة صباح الفل عليكم